هلأ باعتبار أنه عملية تثبيت الVPN اللي رح نستخدمه لحتى نوصل لكافة تطبيقات السيرفر المنزلي من بره البيت ما رح تاخد أكتر من خمسين ثانية كحد أقصى وثلاثين ثانية للقيام بعملية الاتصال فخلينا بالبداية نحكي عن السوفتور اللي رح نستخدمه لهذه الغاية طبعا أنا مو هدفي أني أحكي وإرغي مثل ما بيوصلني ببعض التعليقات بس ضروري جدا نوضح أنه برنامج تيل سكيل اللي أنا اخترته لغاية الوصول للشبكة المحلية هو عبارة عن خدمة مؤدمة من شركة تيل سكيل وبيستخدم كمكون أساسي برنامج واير جارد للقيام بعملية إنشاء الVPN أو الVirtual Private Network أو الشبكة الخاصة الافتراضية بحد ذاته وهي الخدمة كافة برامجها على المنصات المختلفة هي مفتوحة المصدر باستثناء سيرفر التنسيق أو الCoordination Server المدار من قبل تيل سكيل بحد ذاتها اللي بيقوم بمهمة أو وظيفة إرسال المفاتيح العامة أو الـ Public Keys لأماكنها الصحيحة أو للأجهزة الصحيحة وكل جهاز من أجهزتك بهي الحالة أجهزتك المتصلة على هاي الشبكة راح يكون اسمه نود هلأ كون الخدمة أو برنامج تيل سكيل بيستخدم واير جارد فهذا الكلام معناه إنه كل الاتصالات مشفرة سواء على جهازك المحمول أو على سيرفرك أو على كمبيوترك بالتالي اللي عنده مخاوف من إنه تيل سكيل ممكن إنها تشوف بياناتك فبحب طمنك إنه حتى سيرفر التنسيق الCoordination Server المدار من قبل تيل سكيل الشركة بحد ذاتها ما عنده قدرة إنه يشوف بياناتك أو حركتك على الإنترنت خاصة إنه المفاتيح الخاصة الprivate keys بتظل محفوظة على الجهاز اللي عماله يستخدمها وما بتروح لسيرفر التنسيق أبدا وإذا لسه في عندك شك بصحة كلامي فأنا ذكرت إنه البرامج مفتوحة المصدر بالتالي قبل ما تروح وتكتب تعليقك السلبي فيك تروح وتتطلع على الكود المصدري لحتى تتأكد من صحة ادعائي أو مو ادعائي أنا من صحة ادعاء الشركة نفسها إنه ما عندها قدرة الوصول لبياناتك طيب هلأ شو الاختلاف بين إني استخدم تيل سكيل وإني سبت ويرجارد بشكل يدوي الاختلاف بكل بساطة بيكمن بسهولة التثبيت فبحالة تيل سكيل مثل ما رح نشوف بعد لحظات فأنا مجرد ما قوم بإنشاء حسابي بمجرد ما قوم بإنشاء حساب مجاني على موقع تيل سكيل دوت كوم طبعا تيل سكيل بتقدم خدماتها في عندي الحساب المجاني للاستخدام الشخصي إذا كان بدي أحصل على الدعم الفني أو بدي دير فريق كبير من المستخدمين لأنه الحساب المجاني بيعطيني على ما أعتقد خلينا نتأكد بيعطيني على ما أعتقد أنه لغاية الخمس مستخدمين بيعطيني ثلاث مستخدمين ومية جهاز إذا كنت بدي مستخدمين أكتر أو أجهزة أكتر فممكن أني روح للاشتراكات أو البلانز المدفوعة هلأ حكيت أنه سهولة التثبيت فأنا بعد ما قوم بإنشاء الحساب على تيل سكيل دوت كوم فأنا فعليا انتهيت بالكامل من عملية إنشاء الفي بي اين وشبكتي صارت جاهزة للاستخدام كل اللي ضل علي أني روح وسبت برنامج تيل سكيل على كل واحد من الأجهزة اللي بدي استخدمه عليها وما في عندي ضرورة لإني أكتب أي configuration file وقوم بإرساله للجهاز اللي بده يستخدمه لأن كل العملية تيل سكيل بتقوم فيها بشكل أوتوماتيكي باستخدام ال Coordination Server اللي مثل ما حكيت برجع وبأكد على هاي النقطة لأني متأكد إنه في بعض الناس رح تسألني تيل سكيل ما بتطلع على بياناتك أبدا ما بتشوف شو اللي ترافيك اللي أنت عمالك تعملها ما عندها قدرة توصل للمفاتيحك اللي private للمفاتيح الخاصة ما بتوصلها وبالتالي ما في عندها قدرة إنها تفك تشفير البيانات بياناتك مشفرة لأنك بالأساس عمالك تستخدم WireGuard بس بدون configuration هذا الاختلاف الجوهري بين الاثنين الاختلاف الثاني بين التيل سكيل والتثبيت اليدوي للWireGuard إنه بحالة الWireGuard أنا لازم يكون في عندي public IP ولازم إنه يكون فاتح بورتات على الراوتر في حالة تيل سكيل بحالة تيل سكيل فأنا كل هاي الأمور ما لي بحاجتها لا لي مضطر إنه أفتح بورتات ولا لي مضطر إنه يكون في عندي public IP خلينا نبعد عن الكلام النظري اللي مليته منه أكيد ونجي للتطبيع على أرض الواقع فأنا لحتى ابتدي باستخدام الخدمة مجرد اللي علي أني أعمله أني روح لموقع تيل سكيل دوت كوم ورح أضغط على الزر الأزرق الكبير try for free أو get started for free رح قل له try for free لا المرة الأولى رح يطلب منك إنك تقوم بتسجيل الدخول باستخدام واحد من الـ SSO المتاحة سواء بدك تقوم بتسجيل الدخول باستخدام جوجل باستخدام مايكروسوفت باستخدام جيت هاب فرح يعطيك الخيار إنك تقوم بتسجيل الدخول ورح يقوم بإنشاء شبكة ويسمي لك ياها فهلا مثل ما لي شايف إنه أنا أعطاني اسم الشبكة تبعي أو الشبكة تبعي اللي هي أنا باعتوار إني سجلت الدخول باستخدام جيت هاب فعطاني اسم المستخدم دوت جيت هاب هلا مثل ما لي شايف على هاي الـ admin page الخاصة فيي أنا في عندي ثلاث أجهزة أنا آيم أضايفهم مسبقا لهاي الشبكة وحاليا عمالي استخدامهم فلهذا السبب الـ IP مخفية الـ addresses مخفية لأنه هاي الخاصة بأجهزتي الفعلية طبعا هاي الـ IP مو هي الـ public IP اللي موجودة على اللي أجهزتي عمالها تستخدمها وإنما هو IP وقت اللي قمت بإنشاء الشبكة الـ tail scale قام بعملية الـ assignment IP assignment لكل واحد من هاي الأجهزة هاي الـ IP تبتدي بـ 100.something بس أنا رح خليها مخفية يعني لأنه هاي خاصة فيي أنا شخصيا هلا لحتى ضيف جهاز جديد واستخدمه بهاي الشبكة بيكفي بس أني إيجي لأسفل الصفحة وقال له connect more machines by installing تيالي scale رح أضغط على installing وراح شوف أنه رح يوديني لصفحة الـ download اللي مثل ما حكيت أنه البرنامج متاح على كافة المنصات على Mac, iOS, Windows, Linux وAndroid هلا على كافة المنصات باستثناء اللينوكس فالتعامل مع البرنامج رح يكون عن طريق واجهة رسومية بسيطة ما فيها أي تعقيد بحالة الـ Windows والـ Mac على ما أعتقد أنه رح يكون في آيكون بـ الـ C-Stray أو بالتاسك بار ما لي متأكد منه من هذا الكلام لأني ما جربته على Windows أو على Mac ولكن على اللينوكس لحتى ثبت البرنامج كل اللي علي أعمله إني أنسخ الرابط، أنسخ الأمر اللي موجود عندي ورح أجي للترمينال وأعمل له عملية paste وثبت البرنامج عملية التثبيت أوتوماتيكية بالكامل وما في عندي أني أعمل أي شيء بعدها لازم أني سجل الدخول فكيف رح سجل الدخول؟ أنا رح أبعد عن هاي الماكينة رح أروح للماكينة الثانية اللي بدي أستخدم أو للنظام الثاني اللي بدي أستخدم اللي بدي أعمل عملية demonstration عليه فهلا لحتى أعمل عملية تسجيل الدخول رح أقل له sudo tail scale وبعدها رح أقل له log in طيب متل ما اللي شايف أنه عطاني رابط لازم أني أضغط عليه لحتى أكمل عملية تسجيل الدخول رح يفتح المتصفح عندي وبالاعتماد على الخدمة اللي أنا قمت بتسجيل بإنشاء الحساب باستخدامها رح استخدم نفس الخدمة أو نفس الموقع لحتى سجل الدخول فأنا هون استخدمت الgethub فرح تسجل الدخول باستخدام الgethub ورح قل له connect طيب هلا مثل ما اللي شايف قال لي success قال لي أنه some beers هاد السطر التاني رح نرجع له بعد شوي هلا أنا على هاي الماكينة الافتراضية باعتبار أنه هي موجودة على نفس النتورك اللي عندي بالبيت يعني طبيعي جداً أنه تكون قادرة توصل للسيرفر بدون ما استخدم التيل سكيل بس أنا باعتبار أني مثبت عليها الباي هول من الفيديوهات القديمة فقمت وغيرت الـ IP لحتى ما يكون في عندي قدرة أني أوصل له فخليني يقول له sudo tail scale down خلينا نفتح المتصفح خلينا على سبيل المسال روح لواحد من المواقع اللي أنا مثبتها على السيرفري اللي هو السيركس انجي مثل ما اللي شايف أنه ما سمح لي أدخل للسيركس انجي لأني مغير الشبكة أنا موجود على شبكة برا البيت حالياً يعني اتصورها شبكة برا البيت هلأ رح أرجع وأعمل login بس ما رح أعمل login رح قل له up فهلأ رح إيجي وارجع قل له sudo tail scale ورح قل له up فمتل ما اللي شايف رجع وعطاني نفس هاي الرسالة رح أتجاوز هاي الرسالة حالياً بس خليني أرجع للمتصفح طيب كمان رح أرجع وقل له نفس الموقع اللي زرته كمان شايف أنه ما دخل طيب ليش هلأ أنا حالياً متصل على ال VPN ليش ما اتصل لأنه هلأ لحتى أني أوصل للسيرفر اللي مسبت عليه ال tail scale أو اللي مسبت عليه الخدمات مثل ما شفنا بواجهة المستخدم بصفحة ال admin يعطاني IP لكل واحد من هاي الأجهزة فأنا هون رح استخدم ال IP اللي كنت حاطه هلأ بحالة السيركس NG ما في عندي إمكانية أني استخدم ال IP فيها لأنه ما اللي عمله بوقت اللي سبتته باستخدام ال docker ما عملت عملية ما عملت عملية port وإنما عملت عملية expose فبالتالي ما رح تشتغل بس رح نروح لواحد ثاني فخلينا نجيب ال IP طبعاً متل ما حكيت ما رح تظهر ال IP ورح ندخل لل pi hole اللي موجود على السيرفر الأساسي فهلأ متل ما اللي شايف إنه باستخدام ال IP وباستخدام ال port الخاص بال pi hole قدرت أني أدخل مباشرة لل pi hole اللي موجود على سيرفري بس أنا متل ما حكيت إنه ما بدي استخدم ال IP لأنه نحن الفيديو اللي عملناه المرة الماضية قمنا بعملية إنشاء ال subdomains وقمنا بإنشاء ال reverse proxy لحتى نحصل على HTTPS مشفر فأنا بدي استخدم ال IP ما بدي استخدم ال domain أو ال subdomain ما بدي استخدم ال IP فلهذا السبب رح أرجع للسيرفر اللي أنا مثبت عليه خدماتي وليس الجهاز اللي عمالي استخدم ال tail scale عليه فهلأ على السيرفر رح أكتب له الأمر التالي رح أقل له sudo tail scale رح أقل له dash dash operator هذا الأمر إذا حابين ممكن أني أتركه بسندوق الوصف رح أكبر الخط بس لحتى يكون واضح الأمر هو نفس اللي كان بالبداية كان tail scale up هذا ما تغير بس بعدها قلت له dash dash operator يساوي dollar sign user هذا الفلاق حطيته لحتى بالمرات المقبلة ما استخدم السودو بس اللي بيهمني هو أنه بعدها قلت له dash dash advertise dash exit node بعدين قلت له dash dash advertise dash routes يساوي 192 إلخ 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 slash 24 هاد السبنت الخاص بي اللي عماله يستخدمه السيرفر فهاد اللي موجود على شبكتك المحلية هلأ بعد ما قلت له هاد الأمر على السيرفر رح أرجع للأدمن بيج ورح إجي للجهاز اللي هو السيرفر رح أضغط على النقط اللي ثلاثة ورح قل له edit routes رح يطلع عندي option بالبداية قبل ما يكون مفعل هاد الفلاق بالترمينال هاد الأكسيت نوت والسبنت routes ما كانوا موجودين وما كانوا مفعلين هلأ أنا لأني عمالي أستخدمهن فهن موجودين ومفعلين بس أنت إذا كانوا غير مفعلين رح تفعلهم هلأ أنا أفعلهم اللي ظل عندي إني إيجي للDNS ورح إيجي بقسم الماشيك DNS وبقسم ال name servers رح إيش يوضيف add name server رح قل له custom ورح ضيف IP الجهاز اللي موجود عليه ال pie hole رح عيدها مرة رح عيدها مرة تاني رح ضيف IP الجهاز اللي موجود عليه ال pie hole لإني هو اللي استخدمته لحتى عرف ال sub domain هاد رح يعطيني ميزتين الميزة الأولى انه رح كون قادر أوصل لكل الأجهزة باستخدام ال domain أو ال sub domain والميزة التانية انه رح يكون في عندي add block على كل أجهزتي حتى وأنا برا البيت أنا معي آيفون معي أندرويد وبرات البيت متصل باستخدام ال tail scale ومثبت ال pie hole على جهازي على سيرفري فرح يكون في عندي add block بدون أروح ثبت أي برامج إضافية فهلا أنا ال IP ضيفه بس كمان فعلت الخيار اللي هو override local DNS فهلا بعد ما عملنا هاي التغييرات خلينا نشوف نشوف إذا كنت قادر أني أتصل من الجوال ولا لا فهلا أنا متصل على شبكة غير شبكتي المحلية خلينا نتأكد من هاد الكلام ولو حاولت أني أدخل لأي وحدة من خدماتي لو أجيت ودخلت على ال pie hole رح شوف أنه ما دخل عليها أبدا خلينا نرجع ونطلع منها رح إجي لبرنامج tail scale أنا مسجل دخولي على هاد البرنامج مسجل دخولي مثل ما حكيت بالبداية باستخدام البيت هاب وطالع عندي اسم الجهاز والاي بي الخاص فيه والأجهزة التانية المتصلة على الشبكة بس الخدمة حاليا غير مفعالة آي اللي ستوبت فرح اضغط عليها ورح شوف أنه صارت active خلينا نرجع للمتصفح مرة تانية ونشوف إذا كنت رح أقدر أني أدخل لال pie hole شايف أنه مباشرة دخل لال pie hole اللي موجود على سيرفري وما استخدمت الإي بي لأن إذا لاحظت بالتايتل بالأدرس بار موجود ال pie hole dot نوفرة dot x y z ما استخدمت الإي بي فهي تعتبر طريقة سهلة وبسيطة جدا لأنك تستخدم ال wire guard بدون ما تثبت ال wire guard وبأمان الله ترجمة نانسي قنقر